طيب بعد برجعت مبارة انت رجعت مع كابتن طاها اه رجعت مع كابتن طاها سنة 26-87 لا انت رجعت 85 85 بعد كده 86-87 لان انا حضرت معاكوا الفترة دي ايوا طيب بعد الناس قالت ان الدكتور عمر ابو المجد ودكتور طاها اسماعيل جايين عشان يبطلوا اللعبة الكبيرة كانت في النادي الاهلة زي مصطفى عبدو زي الخطيب وزي 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 الكلام ده كله وانا جت في مرحلة مراحل الأولى معاكو جنتوا جنتوا قلتوا إيه إحنا عاوزين نعمل تيم جديد إحنا رحبنا وهسيبك إنت ليتحقي القصة لي كلها طيب أنا هو كابتن طاقا كلبني برضو في الحاجة زي كده قلت له والله أي حد في القديم يثبت وجوده أهل القدام نعم أي حد من الجداد يثبت وجوده أهل القدام وبالتالي أنت بالذات أثبت وجودك يعبت وتعرقت وتبرنت ومودت نفسك وعملت طب وهو ده اللي إحنا عايزينه إنت تفتكر يعني واحد زي مصطفى عبدو مجري ويطلع ويس وعمل شعبين ويجيب جوان ويشعبين رغم أن أنا عدت معاكو فترة الأولينية خالص كنت لقعد احتياطي كنت في الأول احتياطي اه احتياطي لما جيت اتمرنت بقيت إيه أه طبعا عشان أنا عايز طب وهو ده المدر أه وده المدر إنت جيبت بقى المدر بالمحترف مم طب أصبعين المدر المحترف قعد معاكو كلمك مزبوح وقال لك يا مصطفى إحنا ملناش اللي الأحسن ده ده دي الآلي وإنت وطلوه ده في البداية أو طوله أنا موافق موافق اللي بينه بيمكن نلعب مفيش حد قال لأ طبعا كل ما فيهن طبعا إحنا جايين لمهمة عايزين نكسب مم إنت هتكسبني تلعب إنت مش هتكسبني وفي واحد تاني مكانك هيكسبني يلعب مكانك هو ده النادي الآن اللي يزعل لا ده ده مصرح الده دي مصرح الده دي اه إنت بازلت الجهد وتعبت وعبلت ووجينا في مرة يعني بنتكلم أنا أول كتة إيه ده مصطفى ده ده أحسن من الأول ده أساسي بقيت أساسي وجبت الجلبل لتع المحلة اللي كانت طول عليه المحلة ده هو ده اللي طلع لا 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 اللي كان سبنا الدور العام أول بطولة أنتوا مسكتوا فيها اللي هو النادي علي كان بطولة الدور العام وكان منافسة بيننا وبين الزمالك مزبوط وفي ضرنا الحد الآخر هم بيكسبوا وإحنا بنكسب هم بيكسبوا وإحنا بنكسب أنا كنت احتياطي لمدة أربع خمس متشات لحد ما اخسرنا من الزمالك تقريبا أنا فكرة انت تفتكر عني أه أه احتياطي لمدة احتياطي لمدة أربع بمتشات أنا ما افتكراهاش إنت بتقول لي لا لا فعلا عدت أربع احتياطي لأي من شوق أيوا كويس لحد ما جينا في اللعب المنصورة في استاد القاهرة أيوا والاستاد في حوالي 120 ألف وكان الاستاد مليان أيوا ممكن أنا في كلمة لحد هذه اللحظة دكتور عمر ما نسهاش أيوا كابت انتهى وإحنا مولوجين 1-0 من المنصورة أيوا قال لي بين الشوتين قال لي قم سخن أيوا قمت آه بين الشوتين قعدت سخن في الحت اللي هي في التحت في الكندور الطويل ده أيوا وبعد كده لحد ما الفرقة تنزل قمت نزل الملعب بعض الناس كانت فيه زوم شوية أنا أنا آه قالك ده راجل كبر بقى أنت بقدوروا ده فتركوا من قديمة آه فأنا كان عندي إحساس إن ربنا هيكرمني لأن أنا فعلا كنت بطمورم أنا اللي عايز برافو عليك بش المدرب أنا اللي بفرض نفسي على المدرب بش المدرب بوصل لك إذا أنت بقى عايز بالضبط كده لحد ما بدأ المباراة وكورة أنا فاكرها أول كورة جات لي والناس طبعا بتزوم في تبتلعب المنصورة وتلعب النادي الأهلي وبتنفس على الدور العام وجات لي كورة من نص الملعب فبلعبها وسطوح بره الجلفة طلعت بره فحسيت إن الناس بدأت إيه تتقبل شوية آه إحنا كسبنا الماتش ده أربعة أربعة عملت أنا تلت جوان طاهر وزكريا ناصب طاهر جاب جاب كم جوان جاب تلت جوان عارف هقول لك مفاجأة آه أيوة طالع الحاجات دي بين الشوطين آه طاهر تعرف علاقتي بطاهر آه طبعا طبعا قال لي يا دكتور عمر أنا مش هكمل قلت له ويه طوع تقوله كده يا طاهر ليه آه ليه قال لي لو حسى معايا وأنا مش هعرف إيه أنا مش هكمل من فضلك بلغ الكابتن طاهر قالك كده آه مش هيكمل قلت له يا طاهر محدش عارف الخير فين كمل وإنت كويس لبين الشوطين وحنا خسرانين واحد سفر شوطين خسرين واحد سفر واسعاد في حاجات بتطرقع في دماغه وكده وابعا آه أنا مش لعبك أبا قلت له يا طاهر هتلعب وانت له هتكسب لها إيه راي بقى طيب ما قلتش للكابتن طاهر فاجه طاهر جاب تلتك واحد عملت له جونين منهم هو إنت عملت له جونين مظبوط كده وزكريا مش عارف إيه وكان إيه وحيجبها جون هو اللي جابها طاهر جيت بعد المش قلت له شوط قال لا لا مش عارف بقى ساعات اللي أكبر مني بيوم يعرف عني بسنين بس كده واللي في المشكلة ما بيحسش غيب اليأس والتعب ما بياخدش النص الفاضي من الكوباية أنا بقى لعبت بعدها كملت والماتشات دي ممكن أكتر سنة جبت فيها أهداف أيوة لما في المريخ وفي المحلة وفي الزمالك وهنا وهنا والكلام ده